دكتور سعيد حسنين استشاري التخطيط العمراني معنا دلوقتي على التليفون يا دكتور تحياتي لحضرتك وأهلا وسهلا بيك أهلا بيك يا فرمي أهلا بيك لو نقدر نتكلم على جهود بلدنا في القضاء على المناطق الغير أمنة سواء كان العائد العمراني ده في الأساس والعائد كمان بقى الثقافي اللي هيؤثر بشكل كبير جدا على يعني جودة تفكير واتجاهات ومقومات المواطن المصري بعد كده في السنين اللي جاي كمان يا مكان هو إحنا لما نيجي نتكلم على المناطق الغير أمنة أو حتى بصفة عامة المناطق العشوائية نجد أن فيها مشاكل اجتماعية ضخمة جدا صحيح المشاكل دي لا تؤثر فقط على سكانها لكن ممكن يكون تأثيرها أكبر بكتير جدا على الأقل المناطق اللي موجودة حواليها والمباشرة ليهم خصوصا إذا كان فيه فرق بالمستوى الاجتماعي طبعا الناس بتعاني من معدلات إجرام أعلى وبيكون مصدرها هذه المنطقة وكلنا نتذكر يمكن بعض المناطق الخطرة اللي هي كانت زي مثلا فاللعقارب واللي كانت يعني لها سمعة غير جيدة جدا أبدا في هذا الموضوع فبالتالي جهود الدولة في أنها تنمي هذه المناطق مش فقط بس بتنميها عمرانيا ده كمان بتنميها اجتماعيا واقتصاديا لأن طبعا الموضوع اللازم يكون من منظور شامل يشمل كافة جوانب الحياة اللي ممكن بيتعرض لها المواطن والنهاردة احنا مش بنتكلم على العدد قليل احنا بنتكلم في المناطق دي فقط بيصل العدد إلى حوالي مليون ومتين ألف نسمة وده رقم في الحقيقة جبير يعني ده ممكن يمثل مثلا عدد سكان دولة من الدول في حد ذاته فبالتالي عشان نكون عندنا مشاكل مع المليون ومتين ألف مواطن دول طبعا ده بيكون لهم تأثير في دايرة أكبر ممكن توصل لعشرة مليون مواطن عشان كده الدولة بتعمل ايه أول حاجة انها بتحاول تحسن من مستوى الاسكان اللي موجود عشان تحسسه بالأمام ده أول نقطة طبعا بيكون فيه كذا حل ممكن في الدولة وكذا أدوات بتعتمد عليها زي وليكن على سبيل الإنسان اللي هو السكن البديل أو انه هو مثلا ايه انتقل ثم نبنيه ثم بعد ذلك تنتقل مرة أخرى وتعود إلى مكانك أو انك انت تاخد مثلا قيمة معينة من الأموال بحيث انك انت تروح وتاخد في مكان آخر تسهيلات بالزبط كده ففيه خلول كتيرة جدا بالنسبة للدول بييجي بقى للجانب الاجتماعي اللي بيبقى موجود أول حاجة مش فقط بس عملية تحسين الاسكان بيحسسه بالأمام لكن هو فقط كمان بيحس قد ايه ان ممكن يكون فيه اهتمام بيه شخصيا فبالتالي بيحس أكثر ان فيه لي ولا لهذا المكان خاصة ان خلاص ما عادش حسس بالخطر انت عارف حضرتك ان المناطق الغير أمينة دي هي فيها بعض حاجات بتبقى خطر على الحياة فلما انسان يكون عايش في مكان وهو خطر الحياة انت ممكن تستني منه ايه لكن لما انا اصلح له هذه الظروف الحاجة التانية كمان انه ممكن تكون مهددة للصحة بالتالي لما يكون فيه تهديد لصحة انسان انا ما انتظرش منه انتاج بشكل كبير وبالعكس اذا انا ممكن كمان يكون فيه البعد النفسي متأثر جدا والسلوك العدواني كمان يعني العنف والعدوانية هتلاقيها منتشر كتير جدا في المجتمع وبالتالي كمان فيه عندنا نقطة ثمان بعد اكثر شوية ان اغلب هذه الاماكن بتكون في مناطق يا اما مركزية يا اما مراطف لا حقيمة وفي الحالة دي هو لابد من استفادة الدولة في ان احنا نحاول قد نعمل بعض وفورات مادية من هذه الاماكن بحيث ان احنا نساعد اماكن اخرى نحاول نعوضها ونحاول ان احنا نبني ليها مساكن ونحاول ان احنا نحسن المستوات زائد ان بالنسبة للقاهرة التحسين العمراني مش فقط هو المطلوب ده كمان فيه حاجة اسمها عدم فقدان الهوية العمرانية لهذه المراطف اللي هي فضلت فترة جديرة جدا تقريبا بتأثر سلبيا على عمران المناطق وحتى كمان كان فيه بعض الناس ممكن ييجوا الاماكن الافرياء اللي موجودة عندنا لكن لما بيلاقوا مثلا حاجة زي تال العقارب اللي هي طبعا تعدلت دوعة بأتروض الزهيرة زينب ولا بيلاقوا بعض اماكن اخرى في القاهرة التاريخية ويلقوا جنبها هذه المناطق الغير جيدة فبالتالي هو بيهرب كفائح من هذه المناطق وبيخاف على نفسه وبيخاف من معدلات الإجرام والعنف والمضاد في هذه الاماكن لان الاماكن دي بالذات بتبقى لها بعد اجتماعي ان هو الناس دي بتخاف اي حد غريب يخشها بالتالي المناطق الصيحية بتقل قمتها وبيقل عدد الزوار وبيكل الجزء بتاعتها فهي فعلا منظور الدولة لحل مشكلة المناطق الغير امنة فهو منظور شامل ليس فقط بتحسين مستوى البني آدم وان كان ده حاجة مهمة جدا لكن فقط كمان عشان نجد له وظيفة نجد له دخل معين يجيله اذا كان بقى مستياحة او نوفر له بعض الأنفطة في الصناعات الصغيرة والمتنهية الصغر وبالذات لازم تكون بيئية في هذه المناطق قدر المستطاع وكمان بنحسن له ونجود له المنطقة اللي هي موجودة عشان حضرتك تعرفي ان ممكن بهود الدولة قد اي ان هي عظيمة في هذا الشهر تقريبا كل أسرة من الأسرة اللي تبقى موجودة في هذه المناطق فقط للسكن فقط للسكن تقريبا كل أسرة بتاخد مثلا من 250 ألف لحوالي 300 ألف جنيه تكلفة للأسرة وطبعا لما تيجي تحسي بيها على مليون و 200 ألف مواطن يعني ألما حوالي مثلا 300 ألف أسرة انت تتكلم عن رقم مهول انت تتكلم تقريبا على حوالي 70 مليار جنيه مصري وعلى الرغم من الجهود دي كمان بيبقى فيه توازي من فكرة الحفاظ على المناطق التاريخية والتراثية عشان نقدر برضو الهوية المصرية ما تكونش بعيدة عن المعمار الجديد اللي بيحصل في مصر دكتور سعيد حسنين استشاري التخطيط العمراني طبعا احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المدخلة ترجمة نانسي قنقر